السلام عليكم لأخيرا تليسكوب جامس رود قدم لنا كشف جامد جدا لكوكب خارجي مربوض على بوض 12 سنة ضوائية الكوكب اللي تتكلم عنه النهاردة هو أبسلون AB ويعتبر واحد من أبرد الكوكب الخارجية اللي تم رصدها لحد النهاردة نوع الكوكب T والنقدم الكوكب أكبر من كوكب المشتري وعمره بيساوي عمر الشمس تقريبا تم رصد الكوكب باستخدام جهاز الإكليل المربوض في جامس رود بتقول المؤلفة المشاركة في الدراسة كارولين نارلي من جامعة تيكساس إن المراحزات بتاعتنا للنظام اللي تم رصده كانت عبارة عن قياسات غير مباشرة للنك لكنه خلينا نتأكد من احتمالية وبر كوكب عملاق في النظام ده بيسحب النك عشان كده فريد دراسة اختار النظام ده كمهمة الجامس رود وبتقول المؤلفة الرئيسية إليزابيس ماسيوس من معهد ماكس بلان إن الاكتشاف ده كان مصير قوي لأن الكوكب شبه كوكب المشتري بالضبط لكن كتلته أكبر من الكوكب المشتري ودافة شوية بتقول إليزابيس إن الكوكب البغدة عادة بتبابها تقوي ومع زمن بعثتها في الآشعة تحت الحمراء المتوسطة عشان كده جيمس روب كان مثالي لإجراء التصوير ده كمان المرآة الكبيرة بتاعت جيمس روب سمحت للباحثين إنهم يفصلوا الكوكب عن النجم بتاعه أثناء التصوير على فكرة الكوكب إبسلون واحد من الكوكب الخارجية اللي تم اكتشافها بشكل مباشر الباحثين أبدار درجة حياته بخمسة وتلاتين درجة فيرنهاين يعني ألفة من الكوكب الغازية العملاقة اللي فينظمنا الشمسي بمئة درجة مقوين فده بيوفر فرصة نادرة لعلماء الفلاء لدراسة التركيب الجوي لنظار حيائية لنظامنا الشمسي وكده وصل عدد الكوكب الخارجية القريبة من كوكبنا لـ 12 وبيعتقد فريد دراسة إن الولافة الجوي بتاع الكوكب بيحتوي على كميات كبيرة من الميثان وأول أكسيد الكربون وساني أكسيد الكربون وبالتالي ده بيسمح له بانتصاص الأطوان الموجية الأقصر للضوء الخبر اللي بعد كده جاي من شركة سيراس بيس واللي أعلنت فيه الشركة أنه هي خلصت اختبار انفجار كامل النطار ببساطة الشركة فجارة وحدة من وحدتها القابلة للنفر اللي بيتم تطورها لبناء محطة فضائية تجارية اختبار الانفجار اللي اتعمل كان عبارة عن وحدة محطة فضائية البنت بالحجم الكامل تخيلوا وصل ارتفاعها لست متر يقول طول رايس الرئيس التنفيذي لشركة سيراس بيس أنهم ملتزنين بنسبة 100% بالحفاظ على ريادة أمريكا في المدار الأرضي وبالقوط شركة سيراس بيس الطريق بأول محطة فضائية تجارية والمفروض انها هتحل محل محطة الفضائية الدولية اللي هتخرج من خدمة سنة 2030 كمان نتائج الاختباري الأخير بتقول ان مستوية السلامة وصلت لغبة أضعاف الحد الأدنى من المتطلبات اللي محتاجها وكالة ناسا وعلى فكرة لحد دلوقتي وكالة ناسا صرفت على البرنامج ده 172 مليون دولار الخبر اللي بعد كده بيقول ان الأيام على كوكبنا بدأت تطول الأبحاث الجديدة بتقول ان طوء أيام الأرض واتجاه كوكبنا بقوا بغى التوازن مع تغير المناخ طبعا التغييرات دي مش هنحس بيها قوي في البداية لكن لازم تبقوا عارفين ان ليها أصر جانبية خطيرة اش بس كده ده كمان الباحثين بيحذروا من تغيير النواد داخلية لكوكبنا في البداية لازم تعرفوا ان اليوم على الأرض بيساوي 86400 ثانية لكن الوقت الضقي اللي بياخده كوكبنا علشان يعمل دورة كاملة ممكن يتحول بأجزاء صغيرة من ملي ثانية سنويا وده بيرجع لعدة عوامل زي حركة الصفاحة التكتونية والتغييرات في دوران النواد الداخلية مع ذلك التغيير المناخي يعتبر عامل حاسم وبالفعل بدأ العلماء يرحظوا تأثير الحواردة على دوران كوكبنا العقود اللي فاتت كان معرض الفقدان الجريب من مناطق القطبية بيزيد بسبب الاحتباس الحراري وبناء عليه ارتفعت مستويات سطح البحر وترقمت موظم الوية زي ده قريب من حط الاستواء وبالتالي منتصف الكوكب انتفك شوية وهو ده اللي بطق دوران الكوكب وبيقول سوجة عالم الجيوداسيا في المعهد الفيدرالي السويسري والمؤلف المشارك في الدراسة ان احنا كبشر لنا تأثير على كوكبنا اكبر مما نتهيل وطبعا ده بيحط مسؤولية كبيرة علينا بشاهدة مستقبل كوكبنا اخر دراسة معنا بتقول ان الفيزيائيين ارتقروا مواصل فائر غريب اونه البحث ده دازل للشهر ده لكن الموضوع بدأ لما نزل بحثة شهر 2 اللي فات بيقول ان العلماء حددوا اول مواصل فائر غير تقليدي توجود في الطبيعة لازم تعرفوا النقلية القوي من المواد اللي عندها لنا موهبة في حمل طيار من غير اي مقاومة اكتشف العلماء احد المواد دي في الطبيعة قادرة على توصيل الفائر عند درجات حرارة مخفضة من غير استخدام الخداع الكمي وده بيخليه اول مواصل فائر فريد من المواد خلينا فكركم ان المواصلات الفائقة تقدر توصل للكهرباء من غير ما تفقد اي طاقة بسبب ان الالكترونات بتاعتها بيت تشهر في حاجة اسمها ازواج كبر اللي بتسمح لها اتمر على خليط من الزبط بسهولة ازواج كبر دي بقى بترتبط بتورا ما توصفتش في النماذج المبكرة للمواصلية الفائقة يعني عندي درجات حرارة اعلى ولما تعمل سلسلة من الاختبابات لقى فريق دولي من الباحثين ان معدن المياسات بيظهر فيه خصوص مواصل فائر غير تقليدي لازل تعرفوا ان معدن المياسات بيتشكل في الطبيعة وكمان العلماء يقدر يصنع في المختبرة بس القطع اللي بتتشكل في الطبيعة ما فيهش النقاع المطلوب علشان تعمل كمواصل فائق غير تقليدي تعملت ثلاث اختبارات مختلفة علشان تحدد المواصلية غير التقليدية بتاعت المياسات زي اختبار عن كل اختراق وده بيستفاعوا للمتة مع مجال مرناطيسي ضعيف واختبارها العيوب اللي بيأثر على درجة الحرارة ان بيبقى عندها المعدن مواصل فائق واختبار الحساسية طبعا طبعا الهدف الرئيسي من كل ده تطوير مجالات زي علم الكامة مثلا ومن هنا هتبدأ رحلتنا في البحث التاني اللي نجف فيه فريق دولي من علماء بحصر حالة غريبة من مواصلان فائق اللي بتتحكم فيها المغناطيسية القويلة البحثين قدروا يتغلبوا عن الموضوع ده باستخدام عازل توبارجي عند شبه مواصلة تقدر توصل الكهرباء على السطح مش في الداخل وده دي يرجع لطريق تغتيب الالكترنار جواها بيقول الفيزياء الألماني شارلس جول اللي المصير في الموضوع ان نقدرنا نجهز العوازل التوبولوجية بزارات مغناطيسية نقدر نتحكم فيها عطرين المغناطيس والعوازل التي سمحت لفريق دراسة انهم يخلوا الالكترونات ترتب نفسها في حالة اسمعت فولد فرق واللي بتضغير فيها ازواج الالكترونات المدعونة كمية وبتسمح بتضفق طيارات من غير اي مقاومة حالة فولد فرق تم روحزتها في المواد فائق التوصيل بيقول جرد انهم بيجمعوا بين مزايا المواصل الفائق وانكنية التحكم في العزل التوبولوجي ولو استخدعوا مجال مغناطيسي من بابا هيقدروا يتحكموا الدقة في خصائص الموصلية الفائقة وده يعتبر انجاز حيي في الكوانتا لازم تعرفوا ان الفيلم الارمى الزواري زي كده هيخلينا عندنا القدرة للوصول لتطبيقات جبارة لان الموصلية الفائقة تم استخدمها في اجهزة التصوير بالمغناطيسي لحد قطر مجنف هي ايضا بقى تكة مهمة جدا لازم تعرفوه وهي ان الباحثين عاوزين يستخدموها في تثبيت البتات الكمومية بتاعة الحوصاب الكمومية تفتقوا ينجحوا هاستمر يجد تحت التعليقات لحد نقصت حلقاتنا يا رب بقنا جابتكم والسلام عليكم